نعم بعد ما كملنا التصليح الجينجي اوبر الالكتروني اللي هو 30 امبير ثلاث خطوط والبارد ما نتهم نفصيل وليه مواقيت نحن نبدأ نفحصه نعدنا هذا خط الوطني مثل ما قلنا وهذا خط الحي وهذا ما نقلب مولدة المنزل وهذا الخروج نحن نضيعه الوطنية طبعا لازم ترأيه بانه تربط الحار على الحار والبارد على البارد من افضل يعني هذا السل مفروف طالغة عشرخ مستعد ثانية ومحول هذا حول السل ومحول الخروج بابا لانه طبعا ما بيهن لانه ما بيهن كاربا تنطين كاربا المفروف السل بيهن كاربا طبعا خط المولدة بدون التحويل قريسا ينطين ما بيهن بيهن كاربا تبا خط البلد ساحل الوطنية تبا خط الوطنية تأخير مالة تانية الوطنية يتأخر شوية ويشتغل ويشتغل هذا يشتغل المنزل اللي هي مباشر هذا الشغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جابونا هذا الجهاز اليوم يفعلنا ثلاث خطوط هذا الجهاز يجربونا معا عضي ميشتغل هذا المنزل الكتفوية وين تربط الخروج والمنزل وطنية بس راح نفتحا قدامكم شو لها؟ ترجمة نانسي قنقر هي ارودا كرمات نزيد من خللق فيش هاي الفيش يعني منظر اي وحدة اه من تشلعوها يعني اذا اختلف مكانها بس مجرد يختلف مكانت القمود تقدر تترجحن يعني نبينها على الخطوط ناخذ النظرة عالية ونشوف تشيب الدائرة قطيع حريق اذا ملاحظ هاي الشغلان نحاول ننفع هاي شوية بي وساخر انا هاي شغلان ضرورية بس من الواضح انه يعني ما بيشي نحن نجي نباوع على ذنين كل البطاعة الالكترونية كلها نباوع عليها احنا انا هزا من هذا الشي انا لحا حدث بانه هو الاحطة المارتة هو شغل بس نجي نرجع في ايش ونطي كهربا هاي رجعنا على ايسا هذا ادنى خط الوطنية هو ثاني واحد دائما شغل ما هنا يصير بالسيريوس نجي نشتغل بالسيريوس هذا خط السيريوس هذا السيدي الموضي طبعا هذا البيتايمر انه هاي بشي يالا هاي بشي اشتركوا في القناة 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 هذا يعني بدون شغلة هو انتيجي تفحص هذا الكونتاكت ما نريلي هذا يوصل ويا هذا وهذا يوصل ويا هذا يعني حسا هذا بالحالة الاعتيادية حسا هو ما يريد شيء حسا نجي نفحص هذا الباقيات هم نفس الحالة هذا ويا اذني هذا ويا اذني فلازم هذا ويا هذا شنو يقرأ ويا هذا ما يقرأ ويا هذا ما يقرأ ويا هذا يقرأ يعني حسا بالحالة الاعتيادية يعني الرلي ما مشتغل ما ضابق يعني الرلي عبارة عن كونتاكات هذا الكونتاكت بالحالة الاعتيادية ما جاية كهرباء للرلي فهو يعني يطابق على هاي الجهة من يشتغل يطابق على هاي الجهة الجهة المضررة هسا هاي هاي الجهة المضررة يعني هذا هسا من دا يشتغل ويا هذا ما دا يوصل فلذلك لاحظناها شنو لاحظناها بانه بالخط من مولدة المنزل دائما الربط من الرليات يعني يطلعه قبل يعني بدون اي رلي دا يشتغل هو حال كونتاكات اللي قلنا هي موصلة فيطلع قبل دا يشتغل يعني هنا ما كو مشكلة عندما شنوه عندما الرليات ما تشتغل بخط المولدة الخارجية من دا يلقط الرلي تحول الى هذا هذا الجزء مهروش بما انه مهروش يعني ما لح يقدر يشتغل لانه هذا صحيح يطبق بس ما يوصل فيحتاج لتبديل هذن الرليات وبالنسبة للتحديد الوايرات بانه مياري لي عاطل التلتشون تستدل عالية يعني واضحة قدك الشغلة هذا خروج هذا المولدة المنزل دا نستهل لحين تركهم لح نيجع على الوطنية وهذا يعني هذن الاربع خطوط هذن خطين لح تحدد بانه شنوه لح تحدد بانها بانه هذا الخط من جايه هنانا على هذا الخط يعني معناتها شنوه هذا لازم يطبق وياه هذا هذا يطبق وياه هذا إذا هذا جد كهرباء منه لح تشنوه يطبق من يطبق يطبق كهرباء لي جايه يعبرها منه لعجيه هذن ما هيش صايرة العملية إن شاء الله يكون الشرح واضح لأنه تسعين بالمئة من الأجهزة التحويل تعتبر للغيليات معناتها رجعون استفادية من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته